يمكن الدكتور محمد بيقوله ركز وفضل يعيد ويقرر فكرة سلامة الدبيحة نفسها سلامة اللحوم نفسها وإذا أنت كنت عايز تقدمها فعلاً لأهل بيتك أو تتصدق بيها أو لجرانك فالحرص على سلامتها ده دور وزارة الزراع لكن كمان خلينا نفكر نفسنا أن المحليات ليها تواجد حقيقي وصارم جداً في ضبط السلوك هنا بقى يعني يمكن نقول كده أنه دور لجان الفتوى اللي بتقولك إزاي تختار الأطحية تبقى سليمة ثم وزارة الزراعة اللي هي تقولك سلامة اللحوم المقدمة تيجي هنا الدور التالت بقى للمحليات اللي هي من دورها ومن أهم أدوارها بكرة بيكون ضبط السلوك لأنه فكرة بقى أن احنا نعتمد على الزوء والسنس مع احترامي الشديد لكل الناس في كل مكان لا تقولي حد ساكن في منطقة راقية ولا حد في منطقة لأزوء والإحساس بالآخر ده دي حاجة تحتاج لضبط يجي من الخارج أولاً ثم بقى ننتظر أن الناس تعملوا من نفسها لكن الحقيقة فيه مجهودات عظيمة حصلت السنوات اللي فاتت فكرة الشوادر المخصصة للدبح الأضاحي وأن كل الدبح بيحصل في مكان مخصص من المحليات لازم كل واحد يبقى بيسأل وعارف هو هيتباح الأطحية بتاعته فين ترجمة نانسي قنقر